بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الرابع لابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر احمد محروس ان شاء الله هنشرح الكصة الخاصة بمنهج اللغة الانجليزية الترم التاني داليا سيفز ذا فيلج داليا تنقذ القارية اوكي تعالوا كده نشوف الكصة بتتكلم عن ايه اول حاجة هنا دكشنيري اللي هو القموس عندي اول حاجة ويت اللي هو القمح ويت ويت محصول كراب كراب اوكي قنوة الراي اروجيشن كانل اروجيشن كانل اروجيشن بمعنى الراي كانل بمعنى قناة مائية اروجيشن اللي هي عملية الراي تمام دقيق القمح ويت فلاور هنا فلاور تنطق مثل زهرة فلاور ويت فلاور ذرة ميز ميز اوكي تعالوا بقى نشوف الافكار الرئيسية للكصة اهمية وسائل التواصل الاجتماعي في حل المشكلات امبورتانس معنى اهمية لكن امبورتانس معنى مهم سوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي حل المشكلات بمعنى يطور يمكننا تطوير او تنمية افكارنا بالبحث عن معلومات جديدة اللي هو البحث اللي هي معلومات عبر الانترنت وهنا انترنت بادئ بحرف متحرك اللي هو الاي وعند ذا عندما يتبعها حرف متحرك تنطق ذي ذي انترنت اوكي بتساوي كلمة تراش اللي هي الكمامة القاء الكمامة في نهر النيل نايل اللي هو النيل له اثار ضرة بمعنى ضار بمعنى اثار له اثار ضرة على نمو المحاصيل الزراعية اوكي تعالوا نشوف بقى ستوري ما بخريطة الكسة characters اللي هم الشخصيات عندي جميلة وطارق وليد داليا جراما الجدة جرامبا الجد اوكي المكان والزمان هنا عندي داليا's house منزل داليا داليا's grandparents house منزل اجداد داليا جرامبيرانس اللي هم الاجداد جراما اند جرامبا داليا's village كرية داليا هنا اسمها أبوستروفي اس الملكية ما بعدها يخص ما قبلها كرية بتاعت مين كرية داليا تايم الوقت وان ايفنين ذات مساء هناخد نبزة بسيطة كده عن القصة كملخص نعرف انها تتكلم عن ايه قبل ما نقرأها beginning في البداية داليا does research about crops in Egypt داليا تجري بحث عن المحاصيل في مصر The crops are not growing المحاصيل لا تنمو Growing will لا تنمو بطريقة جيدة In the village في القرية داليا contacts everyone in the village تتواصل داليا مع الجميع في القرية On social media على وسائل التواصل الاجتماعي Middle منتصف القصة The irrigation canal قناة الري is plugged Plugged in معنى مزدودة With trash The villagers start اللهم القرويين Villagers اللهم من من القرويين Start to clear the trash يبدأ في ازالة الكمامة Now الآن The water isn't polluted الآن المياه ليست ملوثة End نهاية القصة The water comes back And the crops grow again تعود المياه وتنمو المحاصيل مرة أخرى Some villagers start to grow wheat ويبدأ بعض القرويين في زراعة القمح The villagers make bread and biscuits to sell them يصنع القرويين الخبز والبسكويت لبيعهم بعد كده A village had a problem القرية لديها مشكلة What was the village's problem ما هي مشكلة القرية In the village في القرية They had no irrigation And some of the crops weren't very good لم يكن لديهم رأي وبعض المحاصيل كانت غير جيدة The irrigation canal was plugged with trash كانت قناة الري مسدودة بالكمامة What was Dalia's solution ما هو حل داليا She told everyone in the village أخبرت كل شخص في القرية About the problem on social media أخبرت كل شخص في القرية عن المشكلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي Everyone was excited to help كل شخص كان متحمسا للمساعدة What was the process ماذا كانت العملية عملوا إيه They started to clear the trash from the water and try growing wheat بدأوا في تنقية الماء من القمامة وزراعة القمح What was the final conclusion ماذا كانت النتيجة الأخيرة Dalia saved her village أنقذت داليا قريتها Why was Dalia's homework research important to the process لماذا كان بحث الواجب المنزلي الخاص بداليا مهم للعملية The research helped her how to help her village لقد ساعدها البحث في كيفية مساعدة قريتها إحنا كده خدنا فكرة عامة عن القصة بتتكلم عن إيه تعالوا بنا بقى نقرأ القصة بالتفصيل The beginning البداية Dalia's search بحث داليا تمام ننزل كده تعالوا أول حاجة نعرف من هي داليا Dalia lives in a village طبعا هنا دي داليا داليا تعيش في قرية in Egypt في مصر One evening ذات مساء She is doing her homework on her computer ذات مساء كانت تفعل أو تعمل واجبها المنزلي على الحسوب computer اللي هو جهاز computer She is doing research about crops in Egypt تقوم بعمل بحث حول المحاصيل في مصر Like wheat مثل القمح ميز الذرة and rice والأورز and it is very interesting interesting بمعنى شيق أو ممتع هذا الأمر بالنسبة لداليا مثير للاهتمام wheat is an important crop in our country wheat اللي هو القمح محصول مهم جدا في بلدنا and we use it to make bread ونستخدمه لصنع الخبز داليا looks at the pictures of delicious Egyptian bread داليا تنظر أو تستعرض صور الخبز المصري اللذيذ داليا likes بلدي بريد best تحب داليا الخبز البلدي أكثر which is your favorite ما هو المفضل لديك أوكي تحت هنا الكلمات village معنى قرية homework واجب منزلي research بحث wheat قمح ذرة ميز دولة country خبز بلدي بلدي بريد محصيل crops أوكي irrigation problem مشكلة عملية الري داليا's mom جميلة is speaking to داليا's dad والد داليا جميلة تتحدث إلى والد داليا وليد أوكي who looks sad الذي يبدو حزينا the crops are not growing well in the village there is a problem with the water and we have no irrigation says جميلة to داليا جميلة بتقول داليا المحصيل لا تنمو بشكل جيد في القرية هناك مشكلة في المياه ولا يوجد عملية الري we need to help everyone in the village with their crops داليا's brother طارق أخو داليا طارق بيقول إيه بقى نحن بحاجة لمساعدة كل شخص في القرية في زراعة محاصيلهم but ولكن what can we do ماذا نستطيع أن نفعل داليا says داليا تلوم إيه it's very simple الأمر بسيط جدا let's call everyone in the village on social media دعونا نتواصل مع كل شخص في القرية على أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي we need to help our village نحن بحاجة لمساعدة قريتنا أوكي هنا داليا هتخبر الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بمعنى speak عملية الري irrigation يحتاج need ينمو grow وسائل التواصل الاجتماعي social media يبدو حزين looks sad بسيط simple مشكلة problem بشكل جيد well the middle منتصف القصة irrigation canal قناة الإيه قناة الري تمام هنا طبعا القرويين أهل القرية داليا's family gets water from the night عائلة داليا تحصل على الماء منين من النيل but ولكن the irrigation canal is not working لكن قناة الري لا تعمل she tells everyone in the village about this problem on social media إنها أخبرت الجميع في القرية عن هذه المشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي then meets everyone in the main square ثم التقت بالجميع في الساحة الرئيسية أو الميدان a lot of villagers say they can help وقال الكثير من القرويين أنهم بإمكانهم المساعدة okay هنا عند villagers بمعنى قرويين أهل القرية رئيسي مين تعمل work يقابل meet ساحة أو ميدان square قناة الري irrigation canal الجميع everyone نهر النيل the nile cooperation to solve the irrigation problem التعاون لحل مشكلة الرأي تمام هنا تقابلوا مرة ثانية the next day everyone gets together in the center of the village في اليوم التالي يجتمع الجميع في وسط القرية some people come on foot يأتي بعض الناس سيرا على الأقدام and some buy bike والبعض الآخر بالدراجة some people come by boat or by car from another village to help وبعض الناس يأتون بالقارب أو بالسيارة من قرية أخرى للمساعدة everyone is very excited to help with the problem الجميع متحمس جدا للمساعدة في المشكلة they meet at dahlia's grandparents house إنهم يتقابلون أو يلتقون في منزل أجداد داليا dahlia's grandma gives them tea and cookies وتقدم لهم جد داليا الشاي والكعك أوكي؟ تعالوا ننزل نشوف الكلمات together بمعنة معنة كعك محلة cookies وسط center منزل house قارب بوت شاي تي متحمس excited يعطي give the effects of throwing trash in the nail أثار القاء القمامة في نهر النيل تمام داليا and her family go to see the problem تذهب داليا وعائلتها للرؤية المشكلة the irrigation canal that brings the water is blocked with trash قناة الريت التي تجلب الماء من النيل مزدودة بالقمامة زي من شايفين كده plastic bottles and household things الزجاجات البلاستيكية والأشياء المنزلية there are also some plants in the water كما توقع بعض النباتات في الماء طارق بيقول إيه بأ we need to start work and clean the water يجب أن نبدأ العمل وننظف المياه the water is not very deep and they start to clear that trash الماء ليس عميقا جدا ويبدأون في تنظيف القمامة they fill 20 trash bags with that trash قاموا بمل 20 كيس نفايات بالقمامة now the water isn't polluted والآن الماء غير ملوث أوكي طيب هنا عندي bring بمعنى يجلب طبعا هنا القنال القناء المائية القنال أصبحت إيه نظيفة تمام bring بمعنى يجلب trash مهملات أو كمامة clean ينظف قناء مائية canel عميق deep ملوث polluted يسد أو يحجز block يزيل clear أشياء منزلية household okay the end نهاية الكصة dahlia's plan خطة داليا تعالوا نشوف داليا خطتها إيه علشان تمكز القرية the water comes back to the village and the crops grow again تعود المياه إلى القرية وتنمو المحاصيل مرة أخرى everyone is very happy الجميع سعيد جدا they can grow food on their land and they can sell their fruit and vegetables to buy other things يمكنهم زراعة المحاصيل في أراضيهم ويمكنهم بيع الفاكهة والخضروات لشراء أشياء أخرى their lives become easier تصبح حياتهم أسهل but some of the crops are not very good بعض المحاصيل ليست جيدة dahlia has a plan dahlia لديها خطة she thinks هي تعتقد the villagers can produce more food تعتقد أن القرويين يمكنهم إنتاج المزيد من الطعام she says هي تقول they should try wheat تقول داليا يجب عليهم تجربة القمح wheat اللي هو القمح she tells them about her research وتخبرهم داليا عن بحثها she says هي تقول wheat grows very well in Egypt القمح مجيدا في مصر and is great for making delicious bread and cakes وهو رائع لصنع delicious bread أعجب بعض القرويين بالفكرة they start to grow wheat in some of their fields وبدأوا بزراعة القمح في بعض حقولهم أوكي طيب ننزل هنا art land لذيذ delicious يشتري buy hawk field يصبح become فكرة idea أسهل easier يعود come back يحاول try خطة plan أوكي how to make Egyptian bread كيفية تصنع الخبز المصري أوكي from the wheat they can make flour يمكنهم صنع الدقيق من القمح from the flour they can make delicious Egyptian bread يمكنهم صنع خبز مصري لذيذ من الدقيق grandma can make more of her awesome cookies ويمكن للجدة أن تعد المزيد من الكعك المحلى الرائع the villagers make bread and cookies to sell to other villages ويصنع القرويين الخبز والكعك المحلى لبيعه في الكرة الأخرى يصنع ميك رائع awesome فخور proud دقيق flower أفضل better الزراعة agricultural مصري Egyptian تغير change سنوات قليلة few years life is good الحياة رائعة ننزل كده in a few years يعني فيه سنوات قليلة everything is better in the village كل شيء يتحسن في القرية داليا walks around the village and sees the changes داليا تتجول في القرية وترى التغيرات she is very proud هي فخورة جدا when she grows up she works with agriculture to help other people with their crops سوف تعمل بالزراعة لمساعدة الآخرين في محاصيلهم ننزل تحت around بمعنى حوله grow up بمعنى ينمو أو يكبر تعالوا نحل التدريبات الموجودة على القصة number one read and complete هنقرأ ونكمل cookies كعك محلة social media وسائل التواصل الاجتماعي pleuted يلوث أو ملوث bread خبز irrigation الري أوصن بمعنى رائع we use wheat to make نستخدم القمح make لكي نصنع اي to make bread لصن الخبز number two the space مسافة canal in dahlia's village was blocked with trash هي قناة اي في قري داليا كانت مغلقة أو مزدودة بالكمامة the irrigation canal قناة الري okay number three داليا contact everyone in the village on داليا تواصلت مع الجميع في القرية عبر اي on social media عبر أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي okay number four we eat with tea هناكو الاي مع الشاي cookies اللي هو الكعك المحلة we eat cookies with tea mom's cake is it tastes so good كيكة ماما مأملها delicious مفيش delicious يبقى ناخد هنا awesome بمعنى رائع awesome بمعنى رائع أو جميل number six the river becomes because of trash النهر اصبح ايه pleuted بمعنى ملوث بسبب ايه بسبب الكمامة okay طيب ننزل تحت كده نقرأ ونضع true or false صح ام خطأ number one dalia is a student dalia طالبة student معنى طالب أو تلميس true number two tariq is dalia's brother tariq اخو dalia true number three waleed is dalia's dad waleed والد dalia true number four the irrigation canal was plugged with trash قناة الري كانت مغلقة أو مزدودة بالكمامة true number five the villager see dalia's message on social media القراويين رأوا رسائل dalia عبر وسائل التواصل الاجتماعي true okay ننزل بعد كده number three read and answer what does dalia want to be dalia عايزة تكون ايه she wants to work with agriculture تريد ان تعمل في الزراعة to help other people with their crops لمساعدة الاخرين في محاصيلهم do you think do you think dalia is a helpful girl why هل تعتقد ان dalia بنت مفيدة او مساعدة وهو لماذا yes نعم because she helps her village and the villagers to grow their crops لانها تساعد قريتها و القرويين على او لكي يزرعوا محاصيلهم okay number four match هنوصل dalia does research on her computer تجري بحث على الحاسب الالي الخاص بها جميلة من جميلة is dalia's mother والدة dalia the villagers القرويين see dalia's message on social media رأوا رسائل dalia عبر وسائل التواصل الاجتماعي طارق طارق عمل ايه cleans the canal with others ننظف القناة المائية مع الاخرين the crops المحاصيل are not growing well in the village لا تنمو بشكل جيد في القرية okay ننزل بعد كده نقرأ النص ونجاوب عليه dalia lives in a village in egypt dalia تعيش في قرية في مصر one evening ذات مساء she is doing her homework on her computer تكون بعمل واجبها المنزلي عبر الحاسب الالي الخاص بها she is doing research about crops in egypt تكون بعمل او تجري البحث عن المحاصيل في مصر like مثل wheat القمح maize الذرة and rice and it is very interesting وانه امر مثير للاهتمام wheat is an important crop in our country القمح محصول مهم جدا في بلدنا and we use it to make bread ونستخدمه لصنع الخبز او لعمل الخبز داليا looks at the pictures داليا تنظر الى الصور او تطلع الى الصور of delicious egyptian bread تستعرض داليا صور الخبز المصري اللذي داليا likes بلدي bread best وداليا تحب العيش البلدي اكثر number one داليا is doing her homework on her tablet داليا تكون بعمل واجبها المنزلي عبر التابلت طبعا هنا false خطأ number two daliya's research is about crops in egypt بحث داليا عن المحاصيل في مصر true صح number three flower is an important crop الدقيق محصول مهم جدا طبعا الدقيق مش محصول لا يزرع عمان ايه الدقيق نحصل عليه من wheat اللي هو القمح يابا هنا طبعا هنا false خطأ الاجابة الصحيحة wheat وليس flower number four daliya looks at the pictures of her friends داليا تستعرض او تنظر الى صور اصدقائها false خطأ كانت تنظر الى الخبز المصري اللذيذ okay number six the crops are not growing space in the village number six هنا اخر سؤال عليه سؤالين اثنين number one and number two ان هكرا السؤال اولين والسؤال التاني وهنتظر الاجابات منكم في التعليقات اوكي علشان نشوف انتو فهمتوا الكصة ولا لا تمام the crops are not growing space in the village المحصيل كانت لا تنمو sad beautiful well number two daliya has a daliya لديها map plan plane اوكي هنتظر اجابات السؤال الاول والسؤال الثاني في التعليقات بالتوفيق شباب see you next time goodbye don't forget to like subscribe and share the video goodbye